كنت أقول آية من سفر التكوين إصحاح أربعة في آية ثلاثة مكتوب وحدث من بعد أيام وهذه الجملة فيها فترة زمنية البعض يعتقد أن قائن كان ممكن متزوج لأن القصة ليست ولدت قائن ولدت هابيل فرح قائن قتل هابيل الآية ثلاثة مكتوبة وحدث من بعد أيام وحدث من بعد أيام يعني فيك تحط الفترة الزمنية كيف ما أنت عاوز لأنه في دراسة النصوص أو في علم النصوص يعني لما بتتعلم تفسير الكتاب المقدس دايما بتقارن الروحيات بالروحيات مش بتتكلم بتستنتج على أمور خارجية خارج عن الكتاب المقدس حتى تثبت نظريتك لكن هون مكتوب وحدث من بعد أيام ممكن تكون يعني أن قائن قدم من أثمار الأرض قرباناً للرب وقدم هابيل فأحنا ما بنعرف هاي الفترة الزمنية إمتى قتل في الكتاب المقدس يعني بركز على الشخصيات المحورية يعني مش عم بمشينا بتاريخ كرونولوجيكال اللي هو بشكل تسلسل يعني بالضبط يعني بيأخذ شخصية وبيتكلم عن الشخصية لما تكلم عن سلسلة قائن بيتكلم عن هذه السلسلة لما بيتكلم عن سلسلة مثلاً شيث ابن آدم أو حوى مكتوب وعاش آدم 130 سنة وولداً على شباهه كصورته ودعا اسمه شيثاً وكانت أيام آدم بعد ما ولد شيث 800 سنة بعدين لاحظ الكلام وولد بنين وبنات وكانت كل أيام آدم التي عاشها 930 سنة ومات بعدين بيأخذ شخصية شيث ولد أنوش بركز على أنوش لكن ما بركزش وولد بنين وبنات بعدين بيتكلم عن قينان بعدين بيتكلم وهكذا حتى يصل لنوح فبيأخذ سلسلة احنا منسميها في الدراسة اللاهوتية Selective History اللي هو يعني بيختار شخصيات معينة لأنه عاوز يوصلنا للنسل الفداء اللي هو تم طبعاً بيسوع المسيح فإذن ممكن يكون قائن متزوج قبل ما قتل قائن يعني بحسب المؤرخ يوسيفوس بيقول يوسيفوس أنه آدم كان عنده 33 ولد وكان عنده 22 بنت والله أعلم طبعاً مش عارفين وفيه نقطة مهمة قوي وانت بتقرأ هذا الجزء يا سيس نزار بيقول أنه آدم عاشته 800 سنة بعد ما ولد شيس وولد بنين وبنات مش بيقول ثم ولد يعني إيه؟ ثم تعني التتابع لكن واو تعني العطف فمعنى كده إيه؟ إنه ده بيحكي عن تاريخ آدم إنه كان عنده أولاد وبنات لكن هو بيركز زي ما حضرتك قلت على شيء لأنه ده النسل المبارك وأنوش ويستمر لحد نوح وإبراهيم وداود فاللي أنا عايز أقوله إنه كان فيه بشر تاني كتير عائلة آدم وكانوا بيتكاثروا وكان ممكن يتزاوجوا من بعض في الأول وبعد كده زي ما قلنا الرب منع ده في شريعة موسى